لازالت العائلات في أعماق قرى ولاية تيرت تحافظ على عاداتنا التقليدية منها خبز الدار فلازالت ربات البيوت يقبنا بتحضيره بأنفسهن خاصة في مثل هذه الظروف لانتشار فيروس كورونا فما يزيد من مذاق هذا الخبز هو طههه أيضا تقليديا بما يسمى كوشة العرب حيث تزيد من نكهته الطبيعية بعد تحضير شروط الطهي نرمو حدايد وعلى الحدايد نديرو ديس والحلفة والقصب والدوم والدوم اللي نصنعها ونرمو الكسرة نحن عادة تجدودنا نقارضين فيها عادة انتها تجدودنا نقارضين فيها كيد في هذا المرض ما نشينا نرعو غير الحينو لازم نصنعو الحاجة اللي بدينا نقضوها ما نشروش الكسرة هذي قامل اللي جات هذا المرض ههونا غير نحافظه على أرواحنا ندخوا كسرتنا ونطيبوها ونأكلوها ونغسلوا بلا جافيل بالعوم تنتهي عملية طهي خبز الدار الذي يبقى مطلب سكان المناطق العميقة بتيارت حيث لا يغادر مائدة إفطارهم في هذا الشهر فيزيدهم تمسكا بعاداتنا في زمن الكورونا الذي يبقى دعاء أمهاتنا مستمرا لرفع هذا الوباء شاء الله يبعد ولادنا وبلادنا شاء الله يا رب العلامين الله يبعد علينا البلاولوبة شاء الله يا رب العلامين والله يستر بلادنا ويعلي علامنا ويستر وليداتنا من الحدود للحود